الآن سوف أقفز للسريب ما هذا الصوت يا باربي إنه تيمي عزيزي تيمي ما الذي حصل لك يا حبيبي تيمي حبيبي تيمي ما الذي حصل لك أمي حبيبي تيمي ما الذي حصل لك أنها سكيبر دفعتني وهربت من الغرفة ماذا تقول يا تيمي سكيبر ضواؤتك وهربت من الغرفة ماذا تقولين يا رورو سكيبر لم تدفع أحد بلى انا تيمي عزيزي يقول هكذا انا تيمي لا يكذب أبدا لا انا لم أقول انهم يكذب لكن سكيبر كانت جالسة معنا في الغرفة يا باربي أنا لست أذكر ان كان سكيبر جالسة معكم في الغرفة انا كنت في المطبخ وتيمي أيضا reinvent لا عزيزي دي لا يكذب هيا هيا ايها ايها انضم الجرحة هيا عزيزي تايمي عثي ايه هياочеocket انتظر انتظروني هياها هيا اسوف انضم الجرحك هيا يا عزيزي تاييري سوف انتظر 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 المنز Buch لا يا باربي سوف اخذوا من المنزل وضم الجرحة انتظري قليلا ماذا تفعلين بعد انت واخدتك باولادي انظروا كيف سكيبر رفعته وقاست انتظري لا ليست سكيبر ليس من المعقول ان تكون سكيبر رفعت علينا ان نسألها اولا سكيبر ماذا يا باربي ما الذي حصل لتامي ما الذي حصل لتامي انت قولي لي ما الذي حصل لتامي ألم تدفعيه وتهربيه هل هذا صحيح يا سكيبر لا يا باربي لم ادفع احد مصف ادفعه لقد كنت بالخارج انا وستايسي وحتى اسأليها اسألي ستيسي حتى لقد كنا في الخارج اجل كنا في الحديقة الزم عدت يا رورو لقد كانوا في الحديقة لم يدفعتني احد لا سكيبر ولا حتى ستيسي اجل يا باربي اجل انا اقول حقيقة لا لا يا باربي انا لست اصدقكم لقد ازيتم ابني هي يا ريب هيا تعالي سوف انساب الى منزلنا هيا تعالي أنا أساسا لم أحبكم أبدا يا إلهي من أين أتتنا هذه المصيبة باربي ما ستقول هذه رولو أنا لم أدفع أحد أقسم لك أنا أعلم يا سكيبار لكن كيف ستصدق هي أنا رأيتك تخرجين الحديقة أنت وأختك لكن كيف ستصدق هي ابنها يقول لها أنك أنت دفعتي وهربتي من الغرفة ما ستدفع الآن يا باربي أنا قلقة جدا سوف تجلب لنا هذه الجارة العديد من المشاكل لأنها مزعجة هي وأطفالها أنا عارف يا سكيبار لكني لا عارف ما سأفعل سوف أخذ هدية لها و سوف أذهبوا صالحة و سوف تذهبوا معي أجل يا باربي سوف نذهب و نأخذ معنا هدية و سوف أحلف لها أني لم أدفعه هيا دعونا نذهب و نختار له هدية مناسبة هيا تعالوا هيا تعال يا باربي عزيزي تمي هل تشعر بالتحسن الآن؟ نعم يا أمي قليلا الحمد لله نعم يا ركالي سوف أذهبوا إراء آه راكل تفضلي ابنة عمي الحبيبي تفضلي هيا تفضلي عزيزي تفضلي هيا أجلسي هنا من قطعت راكل هيا سوف أذهب لي غرفة تفضلي تفضلي بجلوسي يا راكل تفضلي أهلا بك يا ركالي عزيزتي شكرا لك يا رورو لقد سمعت ما حصل البارحة ببيت باربي هل صحيح أن سكيبر دفعت تمي؟ فجأة لنظري عزيزي تمي إنه يدألة منذ البارحة حقا يا رورو لم أكن أتوقع أن سكيبر و باربي سيفعلون ذلك بك إنهم أفضع مما توقعت نعم نعم يا عزيزتي وهل رأيت سكيبر تدفع بعينيك؟ لا لم أرها لكن تمي عزيزي أخبرني ذلك وأنت تعرفين عزيزتي تمي لا يكذب أبدا تمي لا يكذب أبدا؟ أنا أكثر واحدة أعرف أن تمي لا يكذب أبدا سوف أضع الكثير من الفلفر بالطعام لهذا منتع تمي ماذا تفعل سوف تخرب الطبخ لأمك؟ لا 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 هذا منتع لا يا عزيزي سوف تخرب الطبخ لأمك هاته هاته فورا هاته أعطني حسنا خذي حسنا سوف أعندها إلى مكانها لقد أعطيتها لأنها أمي قادمة أين تضعرورون فلفل؟ أين تضعرور الفلفل؟ أين تضعرور الفلفل؟ أين تضعرور الفلفل؟ أين تضعرور الفلفل؟؟ أين تضعرور الفلفل؟ أين تضعرور الفلفل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ما وضعها فيها الكثير من فلفل انا ما اصدق اني لم اضع فيها فلفل ابدا تيمي هل انت وضعت الفلفل فيها لا من اذا انا راكل لست انا يا رورو لست انا فعلا يا رورو تيمي لا يكذب ابدا اكيد سكيفر دفعتها يجب عليك ان تفكري بطريقة الانتقام من باربي واخواتها انظري ماذا فعلوا بابنك هل تعتقدين ذلك يا راكل ما زلت تقترحين ان افعل انا محتاجة يا راكل هل اسامحها ام انتقم منها اي واخواتها انظري ان ابني تألم منذ البارحة اجل اجل يجب ان تنتقم منها يجب ان تخري بي لها منزلها مثلا او ان تضرب اخواتها او لا ادري ادري سوف افكر لكي بخطة جهنمية او مثلا مثلا ما استفعلين وجدتها وجدتها يا رورو لدي فكرة رائعة جدا جدا سوف تفضحين باربي في الحي كله وسوف تقولين للحي كله انها واخوتها دفعوا ابنك وازوا في منزلهم لان باربي محبوبة في الحي كله والكل يعرفوها ويحبوها وتعرفين باربي كم هي مشهورة حتى انا كنت احبوها لكني الان لست ادري احبوها مكرا لان اختها ازت ابني هي يا رورو هي سوف تفضحها في الحي كله وسوف تخسر محبة الناس انت تعرفين كم هي مشهورة لا ادري لا ادري يا رجل لكني احب باربي لا استطيع ان افضحها وازيها ربما تكون اسكيبر لن تدفعها ربما ربما استضمت به بالخطأ لا لا يا رورو ما هذا الكلام الخطأ لا انها دفعته بالتأكيد انظري ماذا حدث له هل هذه دفع بالخطأ هكذا تعتقدين يا رجل اجل اجل يجب ان تفضحيها وتخسر محبة الناس كلهم لكنني انا احب باربي لا ايتها الحمقاء لا تحبيها يجب ان نفضحها هي هي بنا هي بنا سوف نذهب ونفضحها في الحي كله هيا اتبعيني هيا من يا تورا سوف اذهب وارى يا رجل مرحبا يا رورو اهلا وسهلا يا باربي هل انت حزينة محزة البارحة نعم انا حزينة على ابني لما كانت واقعا يحدث لي ذلك في بيتك لا يعزتي لا تحزيني لقد اتيت انا واختي لان اعتذر منك على ما حدثنا البارحة وان كان بطر مننا شيء انتمنى ان تسامحينه تعالي يا بنات واعتذروا من جارتنا رورو نحن اعتذرون يا جارتنا رورو وانا ايضا اعتذر منك بالنيابة عن اخوتي حسن لقد سامحتك يا باربي انا وحبك يا حبك ولقد سامحتك هيا تفضلي هيا شكرا لك يا رورو ايضا جلبنا هدية صغيرة لعزيزي تمي شكرا لك شكرا سوف يسعد بها كثيرا تفضلوا اجلسوا تفضلوا اخ منك يا باربي دايما تنقذين نفسك وتظهرين بمظهر الكاملة اخ منك متن سوف تخلص منك يا باربي متن سوف تخلص ميكي حسنا يا عبنات عمي رورو سوف اذهب انا الان لماذا اتقي معنا لقد اتت باربي اللي عندنا ايضا انا سعيدة سعيدة ومسرورة لا يا عزتي انتمنى لكم اوقات ممتعة مع بعضكم انا سوف اذهب دايما تظن نفسك كاملة سوف اريك يا باربي سوف اريك يا باربي انا سعيدة جدا لانت صالحنا وانا ايضا سعيدة جدا يا رورو انا ايضا انا سعيدة جدا انا سعيدة جدا بقدومك يا باربي شكرا لك حتى دم يبدو نتحسن برؤيتكم عليك ذلك يا عزيزي نعم نعم انظر يا تيمي لقد احضر لك هذه السيارة هدية لتتحسن وتلعب بها ان شاء الله حقا شكرا لك انا احب السيارات كثيرا هاي هاي حسنا ان تفضل هذه السياراتك يا تيمي وهو بلقد احببتها كثيرا شكرا لك يا باربي العفو يا عزيزي تيمي انتمنى لك الشفاء قريبا شكرا لك الحمد لله انت صالحنا يا رو اتمنى ان نبقى اصدقاء طبعا يا باربي سوف نبقى اصدقاء انا احبك كثيرا وانا ايضا احبك كثيرا يا رورو والحمد لله على سلامة ابني شكرا لك يا باربي تعالوا زورينا متى شئتي يا الهي تعالوا زورينا متى شئتصي اذا سوف تحرص الكثير van mshakel جميعا ترجمة نانسي قنقر